أهلا بحضراتكم من جديد وإحنا بنتكلم قبل الفاصل عن الصفقات صفقات النادي الأهلي كريم فؤاد وميكسوني وبرستا وحسام حسن ماشاء الله صفقات أكثر من رائعة برضو مش عايزين نخفل بقى المعارين يعني حتة الإعارة اللي بدأ النادي الأهلي ينتهجها بقاله 3 سنين ماشاء الله يعني محاق فوية كبيرة جدا للنادي الأهلي شفنا محمد شريف رجع من إنبي ماشاء الله متقلق محمد شريف دلوقتي بنتكلم يعني واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار وأيضا من هدافي الدوري الممتاز بأرقام قياسية أيضا كمان أكرم توفيه أكرم توفيه ماشاء الله أصبح ركيزة أساسية في الباك رايت في النادي الأهلي وكمان مع منتخب مصر كان الأولمبي ودلوقتي المتخب الأول فحتة الإعارات مهمة جدا للنادي الأهلي عايزين نشوف ونستعرض مع بعض برضو بعض اللاعبين أو لعب النادي الأهلي اللي كانوا معارين للأندية نستعرض أرقامهم ونشوف اللاعبة دي وصلت لفين أول لأ معنا أحمد عبدالقادر مع سموحة عدد المشاركات 27 عدد دقائق 2020 أحرز 10 أهداف صنع 5 أهداف معدلات محاولاته على المرمى كل 90 دي أواحد واحد من 10 معدل صناعته للفرص كل 90 دي أواحد واحد من 10 أحمد عبدالقادر أول سنة دوري ممتاز ليه أنه يحرز 10 أهداف ده رقم قياسي ودي بداية مباشرة جدا أحمد عبدالقادر كمان من اللاعبة المميزة بيصنع الفارق وشوفناه ما شاء الله مع سموحة كمان شوفنا أحمد عبدالقادر هو بيلعب ناحية اليمين والشمال وأيضا مكان أفشل ثاني لا محمد عبدالمنعم بيلعب برضو مع سموح عدد مشاركاته 24 أحرز أهداف واحد وهو مدافع دقة التمريرات 79% متوسط التمريرات الطولية الصحيحة كل 90 دي تلاتة وأربعة من 10 متوسط تشتيت الكرة في المباراة الواحدة أربعة من 10 متوسط التدخلات الدفاعية في المباراة الواحدة اتنين ودي أرقام جيدة جدا لمحمد عبدالمنعم واحد برضو من موليد 99 يعني من اللاعبة المميزة نروح للعب البعد كده محمد شكري محمد شكري بيلعب باكرايت عدد مشاركاته كانت ليلة في سموحة علشان يعني مر بظروف الإصابة كانت إصابة قوية غاب عنها فترة طويلة لكن رجعوا بدأ يشارك مع كابتين أحمد سامي عدد دقائق بتاعته 200 و2 دي متوسط تشتيت الكرة 1.8 من 10 متوسط التدخلات الدفاعية 1.2 من 10 بكده نقدر نقول تجربة سموحة بالنسبة لأحمد عبدالقادر عبدالمنعب لمحمد شكري يعني تجربة ناجحة مع المدير الفني الكابتن أحمد سامي نروح أيضا لبعد كده مع الاتحاد السكندري وعمار حمدي واحد برضو من نجوم الأهلي عدد مشاركاته 30 مباراة عدد دقائق 2043 أحرز هدف متوسط محاولات كل تسعين ديها ستة من عشرة صناعته للفرص أربعة من عشرة مراوغات ناجحة في المورة الوحدة واحد برضو واحد من نجوم المنتخب الأولمبي أيضا عمار حمدي من اللعيبة اللي بتلعب باكرايت بيلعب في وسط الملعب بيلعب في إطار في الميناء والشمال لعيب بيجيد اللعب في كذا مركز برضو خد خبرات كبيرة ما شاء الله متقلق في الاتحاد السكندر نروح أيضا لشادي ردوان شادي ردوان من الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم هنا في برنامج الأشبال وكنا من أول الناس اللي صلطنا الضوء عليه لعيب مميز عدد مشاركاته كانت أولئلة شوية مع البنك الأهلي تلات مشاركات عدد دقائق 49 ما أحرزش أهداف لكن هو خامة مميزة ده النهاردة يعني شفنا حتى في الموراة الأخيرة أمام نادي الزمالك ويعني حصل على ركلة جزاء هو فكرة المشاركة مهمة جدا للعيب المعارض فالنهاردة أتمنى أيضا مني كابتن أمير توفيق ودارتي التسويق اللعيبة النهاردة فيه تعاون كبير جدا مع سموحة وأيضا مع الجونة النهاردة اللعيب يعني اللي هتكون نسب مشاركته كبيرة في النادي ده يتم عارضه للنادي ده علشان يقدر يستفيد فنيا ويقدر يعود مرة أخرى النادي الأهلي احنا طبعا كل تقدير للبنك الأهلي لكن احنا في الآخر بندور على استفادة اللاعب النهاردة علشان يعود مرة أخرى للنادي الأهلي ولكن يظل شادي ردوان طبعا من المواهب والعناصر المهمة جدا نروح أيضا لواحد برضو من نجوم النادي الأهلي في البنك الأهلي محمد فخري محمد فخري برضو من اللاعبة المميزة جدا مشاركاته ست مشاركات ست مباريات عدد دقائق مية اربعة وسبعين ما احرصش اهداف نفس الكلام برضو قريب من شادي ردوان نروح لعربي بدر او نروح ليه زياد طارق زياد طارق برضو من اللاعبة المميزة شارك مع الاسماعيلي في ثلاث مباريات لعب خمسة وعشرين دي صنع هدف ده من اللاعبة المميزة برضو لكن الضغوط كبيرة جدا برضو في نادي الاسماعيلي فممكن كانت مشاركاته قليلة أيضا نروح لواحد من نجوم النادي الأهلي اللي احنا صلطنا الضوء عليه برضو بنسبة كبيرة العربي بدر شارك بنسبة كبيرة مع الجونة في واحد وعشرين مباراة لعب اساسي ثمانية صنع هدف دقة التاميرات 74% ودي أرقام مميزة بالنسبة لعربي بدر آخر واحد معانا بالنسبة للدوري المصري فارس طارق هو بيلعب باكرايت في مصر المقصة عدد مشاركاته 13 مباراة لعب 948 ديئة النهاردة أنا بستعرض لحضراتكم النهاردة بالنسبة للدوري المصري دي كل اللعارات للدوري سواء سموحة سواء البنك الأهلي سواء الجونة سواء مصر المقصة أو الاتحاد السكنداري أكيد مش كله هينجح بنسبة 100% لكن لو نجحنا النهاردة في 4-5 لعيبة ده يعتبر نجاح كبير جدا للناد الأهلي النهاردة لو شفنا إن شاء الله الموسم الجديد وأكيد الرأي هيكون رأي مستر موسيماني لو شفنا النهاردة لعيبة في أحمد عبدالقادر ما أدى ده رائع مع سموحة بنشوف عمار حمديم على التحاد السكنداري بنشوف محمد عبد المنعم بنشوف لعيبة كتير لكن يظل الرأي عند مستر موسيماني وهنعلن في الوقت المناسب أو مع إعلان ناد الأهلي هنشوف مين اللي هيرجع من المعارض ترجمة نانسي قنقر